بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة موضوع فغاية الأهمية وأتمنى الناس تنتبه وتشارك الفكرة مع أصدقائها و مع زملائها قالها وهو نحن محتاجين نكون جمعيات في الوطن العربي بتماثل الجمعيات العالمية أو الأمريكية بالتحديد بمعنى أن في بعض المظلمات في أمريكا مثلاً يتطلع على شهادات فهنا ندفع فلوس كثيرة جداً في الوطن العربي و بالنسبة للمبلغ معقول بالدولار نحن نحواله للمصري يكون مبلغ كبير جداً بمثل مرتبة مثلاً في كذا شهر فالمدولار لا يستهل فلماذا لا يكون هناك منظمة على إشراف وشفافية وتعمل منهج وتطوره و هذا ما يجب و هذا ليس حرام و هذا ما يجب عندما تبحث عن بمعنى بمعنى في بريطانيا و في صنافورة و في الهند و يقولك بدل من المال تخرج من بلدنا لها تكون موجودة و نستثمرها و هي رائع الحلال المادية و بالنسبة له بالدولار و لا يوجد فرقة و عندما تحاول المصري يتطلع مرتبة كذا شهر فالموضوع فعلاً لا يحتاج وقفة و لا يحتاج وقفة و لا يحتاج خطوات لكي نقصنا كفاءات حيث لا يحتاج في الوطن العربي يتطور منهج البيمي بي و يتتعاون كثيراً و في الليد و سوف يجب عليها يجب من المزيدة و لماذا لا نقص هياة على مستوى الوطن العربي و تقوم بمعنى أشراف و شفافية و نبدأ بمعنى بما يوجد منظمة مثل البيم المنظمة هي المسؤولة عن شهادات سواء الأفراد أو الشركات أو المشاريع في الليد، في البيم، في البيم بي ونبدأ نرى المناهج الموجودة ونختار أحسنها على فكرة الليد بيش هو أحسن حاجة في أكثر من دولة ولا البيم بي هو أحسن منهج في دول تانية عمل مناهج أفضل لماذا نرى الأفضل ونقارب بينهم ونختار؟ بدل ما هي هي كده لا نبدأ نقارن فريدت نشارك الفكرة نرى أي شخص عنده خطوات عملية ممكن نعملها يقولنا عليها ونبدأ نجمع أفضل ناس لأنها تتحط الكود وتحط الخطة وكل الناس سمعتها كويسة والناس واثقة فيها ونأخذ الخطوات ديت وربنا يكرم إن شاء الله وتبدأ تتكون ونبدأ ننشر الفكرة وكل الشباب وكل الطلبة وشاركوا معنا بإذن الله في انتظار قراءةكم وتعليقاتكم إن شاء الله موسيقى موسيقى